موسيقى زرعوا أعضاؤهم أو ما إلى ذلك أيضاً هم ربما بصدد أو العلماء بصدد دراسة فعالية اللقاحات لدى هؤلاء المرضى سوف نتعرف أكثر على تفاصيل في هذا التقرير حملات التطعيم العالمي ضد وباء كورونا عادت الكثيرين إلى الصلاة الرياضية ودور السينما وبددت المخاوف من الإصابة بكورونا بعد أكثر من عام من الإغلاق الشامل المتقدم ولكن الأمر يبدو مختلفاً بالنسبة للذين خضعوا إلى زراعة الأعضاء فالعودة الخالية من القلق إلى الحياة الطبيعية لا تزال بعيدة المنال رفايل غارسيا خضع لزرع رئاء يبلغ من العمر 45 عاماً يرتدي الأماكن التي تشعره بالهدوء والأمان فلا ينتابه هاجس الإصابة بكورونا لا يزال رفايل يرتدي الكمامة في الخارج حتى لو لم يكن هناك أحد فهو بانتظار أن يتم تطعيم الجميع حتى يتمكن من العودة إلى الحياة من دون كورونا إنه لا أمر رائع أن يتم تطعيم والتطعيم في وقت قريب جداً لكننا لا نعرف ما إذا كان لدينا أسام مضادة أم لا أعرف من الآخرين أن لديهم 30 إلى 40% من الأسام المضادة لكنني لا أعرف ما إذا كنت أملكها أم لا 30 إلى 40% ستكون كافية لمواجهة العدوى لذا فأنا بحاجة إلى الاستمرار كما لو لم يتم تطعيمي لا يختلف الأمر لأندريا الشابة ذات الخمسة والعشرين ربيعاً والتي خضعت لزراعة الكبد وتحط أندريا الناس على توخي الحذر وعلى ضرورة التطعيم لأن حالات تفشي الوباء برأيها في كثير من الأحيان جاءت من إهمال الناس هناك أشخاص مصابون بالسرطان يحتاجون إلى توخي الحذر الشديد وهناك أشخاص آخرون يعانون من الآلاف من الأمراض يحتاجون إلى الحذر أيضاً ونحن متأخرون ربما بسبب نوعاً من الناس يحتاجون للتوعية يؤكد الأطباء أن الاستجابة المناعية للتطعيم لدى مرضى زراعة الأعضاء هي دون المستوى الطبيعي يجب أعطاء جرعات أكثر من اللقاح لهؤلاء الأشخاص أو تطعيمهم بجرعات أكبر من اللقاحات أو خلط أنواع مختلفة من اللقاحات لأنه يفترض أن التطعيم بأنواع مختلفة من اللقاحات يعزز الاستجابة المناعية الاستجابة المناعية لللقاح لدى هؤلاء المرضى أبطأ مقارنة بالأشخاص العاديين ويتم تطوير إجسام مضاد أقل لديهم وتتحقق الاستجابة المناعية لدى عدد أقل بكثير منهم مقارنة بالأشخاص العاديين مرة أخرى إليك دانيا هذه التحذيرات للأشخاص ممن زرعوا أعضاء تحذيرات لخصوص الإصابة والاستجابة أيضاً لللقاح ما السبب وراءها؟ هل هي استجابة مناعية أقل أو عدم فاعلية اللقاحات في حالاتهم الخاصة؟ نعم زاهر حذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الأشخاص الذين عندهم ضعف بجهاز المناعة أو نقص مناعة لديهم استويات أقل من الأجسام المضادة بعد التطعيم لذلك تحذر دوماً وخصوصاً في ظل المتغيرات الجديدة ومنها متحور دلتا شديد العدوى أنه على هؤلاء الأشخاص الالتزام دوماً بالتباعد الاجتماعي بارتداء الكمامات بالجلوس في الأماكن القليلة الاستحام والجيدة التهوية لتفادي أخذ العدوى حتى وإن كانوا قد أخذوا لقاحين نعم يعني الآن الحديث يدور عن لقاح الثالث عن جرعة الثالث إن صح التعبير هل من الممكن أن يكون لهؤلاء الأشخاص ربما أفضل بالاستجابة المناعة في حال وصلوا أو حصلوا على الجرعة الثالثة من اللقاح بغض النظر عن اللقاح طبعاً أول شيء بدنا نذكر أن الأشخاص الذين لديهم نقص مناعة هم ليسوا فقط الأشخاص الذين خضعوا لزراعة الآضاء وإنما هم أيضاً الأشخاص الذين يخضعون لعلاج السرطان بعد أنواع سرطان الدم وأيضاً بعض الأشخاص الذين يخسلون الكلا والأشخاص الذين يأخذون مثبتات المناعة أو أدوية تخفف أجهزة مناعية لسبب من الأسماب في دراسة قام بها باحثون من كليات الطب في جونس هوبكنز تناول 30 شخص زار أعضاء وتم أعطاؤهم جرعة ثالثة من لقاح كورونا فوجد أن ثلث هؤلاء المرضى صار في عندهم أجسام مضادة أعلى وأن الجميع تحسنت عندهم الأجسام المضادة وارتفعت غيراً أولى الثلاثة لما كان ظهر عندهم أجسام مضادة بعد اللقاحين صار في عندهم أجسام مضادة أو ارتفعت عندهم أجسام مضادة وظهرت بعد الجرعة الثالثة ولكن كل المرضى ارتفعت مستويات الإرسام المضادة وقاربت الأشخاص الطبيعين إذن تقوم أيضا المسؤولون في الصحة وغيرها من الأمور بتقديم طلبات إلى الجهات التنظيمية لإعطاء جرعة ثالثة معززة لهؤلاء الأشخاص ولكن نحن أيضا بصدد يجب أن نرى بيانات تشمل عدد أكبر من الأشخاص لمعركة مدى أمان وفعالية الجرعة الثالثة لهؤلاء المرضى مع العلم يا زاهر أن هذه الدراسة التي قام بها أطباء من كلية جونس هوبكنز هي التقرير الوحيد الذي صدق لحد الآن حول ضرورة وبالتالي لا يوجد بعد أي دراسة أو معلومات حاسمة بالحديث عن الجرعة الثالثة هناك عدد من الدول حول العالم تحدثوا عن إمكانية أن يتم منح جرعة ثالثة للمواطنين الأصحة وغير الأصحة كما قلت هل هناك دراسات تتعلق بإمكانية أن تكون الجرعة الثالثة هي جرعة معززة للجرعتين السابقتين أم أنها فقط من باب الاحتياط كما نقول هذا سؤال جدا مهم لحد الآن ربما حتى هناك شكوك لدى الأطباء لأنه من غير المعروف لحد الآن تضبط هناك تكهنات ولكن من غير المعروف لحد الآن ما مدى بقاء الأجسام المضادة في الجسم يجب معرفة هذا وعلى ضوء يتم أعطاء جرعة معززة وأيضا لم يعرف لحد الآن مدى فعالية اللقاحات تجاه المتحورات الجديدة هل اقتراء تجاه المتحور دل تنعم اللقاحات أثبتت فعالية جيدة تجاهها وإن كانت أقل من المتحورات السابقة ولكن لحد الآن لا تزال جيدة الفعالية ومقبولة ولكن نخشى في المستقبل ظهور متحورات جديدة فبالتالي يجب تعديل اللقاحات لتواكب هذه السلالات الجديدة وعندها يجب أعطاء جرعات معززة كما هو الحال مع اللقاحات الأنفلونزا الموسمية كل عام الجرعة الثالثة هذه يجب أن تكون من نفس اللقاح أم أن هناك ميل لخلط اللقاحات مع بعض طبعا أنا ربما من الأشخاص اللي خلطوا اللقاحات فهناك دراسات كبيرة أيضا المملكة المتحدة تقوم بدراسة كبيرة بصدد دراسة مدى فعالية خلط اللقاحات ولكن خلينا نقول في المبضى الطبي استردلاني خلط الأدوية واللقاحات هذا وارد جدا لأنه يعزز من الفعالية ويقلل من الأثار الجانبية ويأمل العلماء أن يحصل الشيء ذاته مع مزج لقاحات كورونا وإيضا كما ذكر في التقرير ربما لمرضى نقص المناعة ربما يكون خلط اللقاحات سيناريو جيد لها المرضى كونه يعزز الاستجاب المناعية ويقلل من الأثار الجانبية يعني غدا لو دعينا لأخذ لقاح غير اللقاح الأول اللي استلمنا في الجرعة الأولى والثانية الأمر آمن بتقديرك يعني لا يحق لي أن أنصح لكن حسب الدراسات على الأقل الموجودة هناك دراسات تؤيد خلط اللقاحات وإن كانت هناك بعض دراسات أشارت أنه ربما هناك بعض الأثار الجانبية التي ظهرت على المدى القريب وليس البعيد مدى الأقرب كان ربما هناك بعض الأثار الجانبية الأقوى قليلا ولكن من حيث المبدأ يجب أن لا يكون هناك أي مشكلة في خلط اللقاحات ولكن منتظار البيانات النهائية لتجربة كبيرة رائدة قامت فيها المملكة المتحدة لخلط اللقاحات لو الموضوع وقف عند الصداع وارتفاع الحرارة فبسيطة جدا شكرا لك شكرا جزيلا بدانيا شكرا لك شكرا